اشتركوا في القناة الدولة شكون هي والحكومة شكون هي خطأ الدولة والحكومة هم أبناء الشعبين ومخدوا ذات المنصب وعندهم ذات المكسف الحقيقة ما ننخدوك الغلط فيهم ما نرقاش نعتوه بغير الحق ومتهمه بغير الحق ما نرقاش تحضن معه في التهام وكل من في الدنيا في الحقيقة هو في قفص يبتهام أمام الحق سبحانه وتعالى لولا من يعفو الله عليه ويعفو عن كثير ويغفروا كثير ويغفروا الدنوب جميعا إلا أن يشرك به ويدوزوا الله برحمته والله الكل منا في الحقيقة ستأكله النيران ونيران في الحقيقة ستلحقه من الدنيا الأقير وليد أفعز من نخدوك الغلط مع بعضيتنا ونصحو ذلك الأغلاط ودهو الهدف من الصحيح الشريف وحصلنا الشرف والتقدير بهذا الصحيح الشريف اللي جاء عن رب العالمين وإن أصدق الحديث حديث الله ورسوله الصادق المصدوق لنصحح أحوالنا وأحوال الناس بيننا وأحوال الجالية والأجيال التالية وطريقة هذه الدولة يا أخير عزيز تكون هي قدي تكون حديثة يقول إيا منكم سامنا ويا خداما معك وخداما لي لكم بفضلك وإيا ذاك المكان تتقدم الخدمة اللي استطعت تبارك الله واللي ما استطعتاش لا نحمل الناس أكثر من طاقتها ولا يكلف الله نفسك إلا وسعها بس ما تقع المصالحة دائما بين هذين سابوا وما تكونش ذاك قلة الثقة بيننا أن عدم الثقة من عدم التقوى وما يكونش ذاك التخوش ونحنا دائما ما تقعش في بعضيتنا ومخوش من بعضيتنا تكون ذاك القول سليمة على بسط سليم على بسط قبيعة حقيقة وعلى ضياط بش لعل ولعل تصفو الحياة وتصفو الحياة ويرضى الله والملائكة وتتفتحوا نعم يا أخي العزيز فإنما نقول تصفو الحياة وما سر الحياة عند هذا الإنسان إلا قلبه الذي هو سر حياته بحقيقة وإن سر حياة الناس قلوبها يأطلع إذن العرقى يعني لسفة قمو رهداء العرقى هو عاد يرضى الله وعاد يفرح الملائكة والتحب والرحمة والجنة غاد يكون في شوق وغاش يوصلوا عند هذه الناس ليحيوا الحياة الأبادية وهم على وفاق وعلى التوفيق وعلى التساق وعلى التناسق وعلى وصال واتصال مع الله صافيا سالم لا خداعا فيها ولا خيانة ولا غضر والعرقى ومن يقول أو يغضر أو يقول لا يقول إلا نفسه يحفر الخبر تحت أقدامه وتراكم وتراكم بالحقيقة أحوال أتربتها وترابها فوق الأسه وهو لا يدري بهذه الأمور حتى تتعمق الهوة فيسخط فيها وتهوى عليه هذه الركب فلا ينطمس ولن يعود أبدا الأخي العزيز نحن نقول ونقول الحق فحينما تقول الحق قول الحق ولا تأخذنك فيه لوم تنائم لأن الحق في الحقيقة لا ضرا فيه بل كله منافع ومصالح وصلاح للناس لا مستا فيه ولا سبا ولا جدالا ولا نزاعا هو في الحقيقة وفاقا على صراط المستقيم يدل الناس كالقندين الذي كالقندين الذي هو مصباح يدل الناس في الظلمات كي لا يهوى في الحفر وكي لا يسخطوا فيه أخي العزيز الدولة هي نحن أنا كان اعتزد بالفلد بالآمين ليهو جمة العالم حد الله النعم عندنا فيه لا تحصى وضاخرة عالمية علمية وأكرم خلق الله وأطيبهم رغم ألوانها واختلاف أجناتها وأحوالها وهواياها وما فيها من ديانات وأمور داخلية وخارجية والتباطات سرية في سراضدها القائمة إلى يوم قياما ولا يعلم هذه الأمور إلا الله إلا الراسقون في العلم أو من اختارهم الله أو من علمهم الله أو من هذه المناهل الكريمة كتلك المناهل التي تسقي الحياة بالمياه الزلل العذبة في الحقيقة عفانا وعافكم الله من العذبات الفارعة ولا خشية مع الله لأن مدام الإنسان له يقين ولو طمأنينة بالحقيقة والحق هي في الحقيقة الحق والحقيقة هي في الحقيقة تتحدث عن نفسها دون أن يتحدث عنها الآخرون إنما صار هو حديث بين الناس وخصوصا إذا لم يصير فيه جدان أو نزاع أو اختلاف أو خلل وتخلل به ومن اختلف أو خلل إنما يختلف عن نفسه ويخلل به إذا يا أخي العزيز الدولة منا ونحن منها ليكون في علمنا نحن الشعب وهذه الدولة هي ذاتها من هذا الشعب وفي خدمة هذا الشعب فعلى هذا الشعب أن يكون في خدمة هذه الدولة كتلك أعطيك المفتد هو من هنا يا أخي العقيد من هذا المحيط الدولة سبحان الله العظيم تتعبس هذه الغابة تتعبس هذه الأساس وذلك الأساس كل ما كانت تتعبسها هو كئب الدرهم وقد دولة ما زدتو شي في المنصير وطلبه الزيادة الدولة واحد النهاردة ما تزيده ما كان شيء يسمح في الخدمة ويهرب بحاله وذلك الناس اللي يقابلوه ما كانوا شي يهربوا يمشي بحاله وعدت هذا الشعب يكون عنده وعلى أحد يقين أنه ما يجي شيء دائماً يعملهم الزبالة راكيماً عزيزان الزبال ما يهرسوش يدمروه وزبلوه إذن الدولة يا أخي فترخيلك كل هذا حيث نصف الحبل في يد الله ونصف الحبل في يدك أيها الأب فإذا في الحقيقة لم تشد على هذا الناس سيأخذ الله يحبك وسيضعه نعم يا أخي العزيز وش الدولة هي ليسا قبلها تزبره الشعب؟ لا نحن نعم 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 يا صديقي العزيز وش الدولة يا أخي حيث رقبت ورقبت ولكن الدولة من رقبت ورقبت وصاب سيئك تصرد نعفيد ذاك العامين يخدم هنا وانتاز عما باش تاخد الأعتيبار باش مرة أخرى مصر ماشي الأزبال وباش انتت تعاون عن ذاك السيلة هذي وتعطيتك شطورة جميلة وانتا دائما كتوسطق وكتغنك دا الدولة غاتلخيلك كل هذا لان نسؤولة تتحبنا لتفهم الدولة نعم شي خدمة ذلك نعم من دون ما تتتتخدم كلكم رائعين وكلوا رائعين باش مرة أخرى باش مرة أخرى باش مرة أخرى باش مرة أخرى نعم من دون نعم باش مرة أخرى نعم لا نعم 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 هذا مغاربة العسل ما هي مغاربة الخناسة حسب الله هو أن يعملها تقلق حوسة تخنسوا لي ويقصوا لي ما يفعله فهنا بشر خناس نحن نفعله ونضرقه مع عمار ونضرقه هنا يارسنا وراء الحجود ونضعه على حمله واحد ما نحملها حما ما نحملها ونسؤولي على هذا المشكل ونسؤولي الكامل كتراجع الشاب ونسؤولي على هذا المشكل يخرب العمد كي يدوش كي يشدون فيه والا مغاربه يحسب الصحة ونسؤولون ونعود بلدائمين الاضطاقية يحرر طرد زمنك ويمتلك التليفون ويخرب الدولة دولة زمن عند الودنين طوال ودورة القائمة سأمان اذا كانت سنتانية تضغط سجرة وستدمر تركيب أبناء وتنتاً ما ترميش وهذا تتكلم عمارة تتعامل للفصحة والنزه وتتتعامل لك ولكنك تخرب شك تعمل لك كتشي هيداك أو لك تعمل لك في واحد أسلوبك كأنها تتعبرك على حقيقة ديالك كتعمل لك الشوك وكتدوره الصياج وكأنها تقول لك أنت وشك نشيد كبيرا وشك غريدي الشوك والصياج حقيقة نخي على هذا الكلام لقد قلت صحيح نحن عد عيشنا أنا متفق معك نعيشنا زمنة أنا كتصدف متى هالكراسة اللي كانوا هنا هالكراسة اللي كانوا هالكراسة دور نحن مخربين لو كان عندي سلاح أمريكي وجيش المغربي اللي زمن قدوا عينهم أفداد الزمن مغرب وخضر إماجي متقدل عندهم غير مكوحلات والجلالب والخانجر والعبايات وكذا ولكن كيتمشتشوا بالحفا وما كينعسوش بلا وقت وكي يكلو بلا وقت والأرض كيمشوا على الشوك وكي يغليوها وعندما استغرب قال لهم هالكراسة هدو يعني كي مصنوعين أنا ولاد منو كان عندي جيش هدا بالشكل هذا هي اللقصي أنا كان شوقي باش عملوه دا كراسة واش مضغوهم واش قلعوهم من الأسمنت من الأسمنت السحر كيف يجتهدموا بريب هنستهلوا والد نظر لكنا غانساهموا كاملين اسمح لأخي على تحنى نسب الشعب تحنى مخريب أخي عزيز واحد كينو بلا الجبل نعم ماشي هناك اللب قولك اللب قولك نتشاهروا بين الناس أدروا على واقعية واقعية كان إشوا كاملين وواحد فينا ينبع للعالم كامل أرنى هدو الضمائر اللي ستسمعك الكلام و ستجربه أما غير حفاظه العرضه الحقيقة كانت خلوه كاملين ندرسة كانت حفظه و كانت عرضه يا تورا اسمحني إذا كنت خي على الضمائر حية صاف يا دوالي قوله دائما إذا ما كانت حية رمعتك بات الأمر هذا أقول لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمهم يا حقيقة كل سلسلة عند حقيقة ابقوا ماشين هيدا تغيطحوا في شيء اشتركوا في القناة